ذكرت أنه 55 مادة أو 55 بند تقدمت بهم ضمن هذا المشروع إيه اللي تقدم من هذا المشروع؟ إيه اللي نفذ على الأرض الواقع؟ اللي قدر أنه يفيد زي ما حضرك قلت، هذا القطاع قطاع عريض؟ كان من أول القوانين اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق عليها بعد مناشة القانون وإكرار البرلمانيه بعديب شهر صدرت اللايحة التنفيذية في 2019 لا، القانون شمل عدة مزايا أماها الجمع بين معاشين للشخص المعق الإعفاء الضريبي الإعفاء الضريبي الإعفاء الجمركي على المستلزمات الطبية ووضع الجمع بين معاشين دي ميزة لزاول همم فقط معاش الزوج مثلا وأب لا، يعني لو في أنا مثلا موظفة ووالدي توفى رحمة الله علي ينفع أن أنا أولدتي ينفع أن أنا أخذ رتبي وأن أنا أخذ معاش والدي أو والدتي ودي حاجة خاصة بزاول إعاقة بس وكمان حتى لو أنا رياضية وبطلت رياضة وكنت حققت مدليات أولمبية بيبقى في معاش من الدولة لهؤلاء الفئة ينفع أنه برضو يجمع بين المعاش فده الجمع بين أكثر من المعاش ده الصالح طبعا الأشخاص دي والإعاقة طبعا كان يهتم بالتعليم والصحة والله يهتم بوسائل النقل للأشخاص دي والإعاقة يهتم بوحدات الإسكان يعني مثلا في التعليم عملوا حاجة حلوة قوي أنه كان دلوقتي فيه دمجة للأشخاص دي والإعاقة في كل المدارس تاني حاجة فيه مبادرة سيادة الرئيس أطلقها من فترة في حفلة قدريهم باختلاف العام الماضي أنها فيه مبادرة رفقاء ذوي الإعاقة أنه إحنا يكون لنا رفقاء في المدارس والجامعات بيساعدوا الأشخاص ذوي الإعاقة ويساعدوا على دمجهم وحل مشاكلهم في المجتمع المصر طبعا في التعليم بقى خلى المدارس والجامعات بقى فيه بنية تحتية مؤهلة تماما للأشخاص ذوي الإعاقة يبقى فيه رنبات ليهم عن طريق الإخوة المكفوفين بقى فيه إيطاح المعلوماتية عن طريقة البرايل في الصم والبوك لغة الإشارة تبقى موجودة في جميع المدارس والجامعات لأكد فيه تفرة حقيقية والكل حاس بيها بالنسبة للإسكان الدولة حددت 5% للإسكان لو طرحت مشروعات إسكان اجتماعي وتقدم بيها أي حد من ذوي الإعاقة للأولوية طبعا يعني أنا على ويلة شير لو أنا مقدمة في مشروع إسكان اجتماعي ما ينفعش أن أنا أخذ في دور علوي لازم يبقى الوحدة السكنية اللي أنا هأخذها تبقى مناسبة تماما لإعاقة الحركية وبالتالي مؤهلة أكيد فبالتالي كل الوحدات السكنية مؤهلة بالنسبة للوسائل النقل لا فيه تخفيض ده 50% على وسائل النقل للأشخاص ذوي الإعاقة ولو معاه مرافق برضو بيستعادوا في الحركة طبعا محطات السكاك الحديدية دلوقتي والمتروهات بدأت أن هي فعلا تبقى برضو مؤهلة في الإتاحة وغيرها كود الإتاحة بقى في جميع المباني الحكومية والمؤسسات زي الجماعات والمستشفيات والمدارس وغيره لازم يبقى أن هو يلتزم بكود الإتاحة وده عشان يسر الشخص المعاقع يشيش أدمية ويقدر أن هو يتحرك بسهولة ترجمة نانسي قنقر